هل أثبتت المعارضة التركية أنها ستفوز بالانتخابات بحشود ضخمة؟ وهل قالت فرنسا أن ميليشيات فاغنر أقوى من معظم الجيوش الأوروبية؟ وهل أغرقت مصر شحنة أسلحة إسرائيلية في البحر قبل وصولها إلى إثيوبيا؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة بوليغراف أهلا بكم أهلا بكم إلى بروباغاندا أولى فقرات برنامجنا حيث نفند الأخبار الزائفة والفبركات التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية البداية مع حدث الانتخابات العامة التركية التي تشمل الاقتراع على اسم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان قصتنا التالية روجت لها في الأصل حسابات وصفحات تركية معارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوان ولحزب العدالة والتنمية ومؤيدة لمرشح تحالف المعارضة التركية أو كما يطلق عليه إعلاميا مرشح الطاولة السوداسية كمال كيلتش دار أغلو القصة عبارة عن صورة يفترض أنها من خطاب جماهري لكيلتش دار أغلو زعيم الحزب الجمهوري وحسب المنشورات فإن كيلتش دار أغلو ألقى الخطاب في تجمع لأنصاره في منطقة مالتبي بمدينة إسطنبول وضم التجمع أعدادا كبيرة تتجاوز مئات الألاف ومن أبرز من نشر الصورة المطرب التركي مصطفى صندل وأرفقها بجملة لون إسطنبولنا أبيض وأحمر في إشارة إلى ألوان العلم التركي وألوان حزب الشعب الجمهوري بالبحث العكسي عن صورة تبين أنها لا تظهر مؤتمرا جماهريا لأنصار المعارضة التركية في مالتبي بل هي صورة قديمة عمرها تسع سنوات وتعود لتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس من عام 2014 وتظهر مؤتمرا جماهريا لحزب العدالة والتنمية قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البلدية في تركيا وحضر المؤتمر حينها مئات الألاف من مؤيدي الحزب الحاكم دائما وأبدا مع الحسابات الملعب قيصر روسيا الجديد فلاديمير بوتين وترويجها لصورة للرئيس الروسي يظهر فيها عابسا متجهما ويلوح بيديه متواعدا مع منشور يقول بوتين يأمر بتحييد كبار المسؤولين الأوكرانيين بما في ذلك زيلنسكي البعض أضف القليل من البهارات وقال إن زيلنسكي انتهى وإن الحرب العالمية الثالثة على الأبواب الله يرسيتها على الأبواب نعتقد أنه الدخلت وخرجت الخبر زائف إلى لحظة تسجيل هذه الفقرة حيث لم يصرح بوتين أو الكريملين بأن الرئيس الروسي أمر بتحييد زيلنسكي وكبار مسؤوليه ويستخدم مصطلح تحييد للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو اعتقال أو إصابة أفراد من الجهة المعادية كانت روسيا قد اتهمت في الرابع من الشهر الجالي الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مبنى الرئاسة الروسية لكريملين وقالت إن لديها عدة خيارات للرد المدروسي والمتوازن على الهجوم في حين طالب سياسيون روس بتصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الرئاسة الروسية كانت قد أعلنت إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على الكريملين وصفة الهجوم بالإرهابي وعلى الفور نفت أوكرانيا أي ضلوع لها في الهجوم متهمة موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير تصعيدها المحتمل للنزاع الكريملين قال إن الرئيس الروسي فولوديمير بوتين لم يصب بأذى وإنه لم يكن موجودا أصلا في الكريملين لحظة الهجوم الذي عده بالتأكيد محاولة لاغتيال الرئيس الروسي من جانبه دعا الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف عبر حسابه على فيسبوك إلى التخلص من زيلنسكي بعد الهجوم على الكريملين دائما وأبدا مع الحسابات اللوذعية الألمعية المؤيدة للرئيس الروسي فولوديمير بوتين التي فارت فجأة وأصبحت تعاني من إدرار في الأخبار والقصص ومن آخر إبداعاتها ترويجها لمنشور يقول الأدميرال الفرنسي رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الفرنسية إدوار جيوت يقول القدرة القتالية لوحدات فاغنر أعلى بكثير من معظم جيوش الدول الأوروبية بالنظر إلى خبرتهم القتالية غير المسبوقة يمكن القول إن هذه قوة خطيرة للغاية ويجب أن نفهم هذا والتصريح مفبرك فبركة السنين كما يقول أهلنا في مصر وكاتبه كذاب كتب الإبل يا جماعة كما يقولون في أرض الكينماية أيضا الأغرب من محتواه هو توقيت نشره حيث تعاني قوات فاغنر الأمرين في أوكران هذه الأيام قبل أيام نتهم رئيس المجموعة يفجيني بريغوجين وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب بخموت في شرق أوكرانيا كما قال إن الدولة لم تعد قادرة على دفاع عن البلد وكرر تعهده بسحب مجموعته من بخموت إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة كما تابع لدينا وزارة دسيسة بدلا من وزارة دفاع إذا فإن جيشنا يغادر اللواء 72 فقد ثلاث كيلومترات مربعا من الأراضي على حسب تعبير الرجل بالعودة للاعتراف الفرنسي المزعوم فإن البحث والتحقيق كشفا لنا الأمور التالية أولا الأدميرال إدوار جايوت لم يعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية حيث ترك منصبه عام 2015 ثالثا أو ثانيا تأكيد ممكن أن أمر ثالثا في البوليغرافعات ثانيا لم يدل الأدميرال المتقاعد بأي تصريحات عن قوات فاغنر ولم يقل إنها تتفوق على معظم جيوش أوروبا بحثنا باللغتين الفرنسية والإنجليزية ولم نجد ذكرا لهذا الكلام في أي وسيلة إعلام موثوقة أو حتى غير موثوقة بمزيد من البحث عثرنا على التصريح من رئيس الأركان الفرنسي الحالي بيير رشيل خلال لقائه صحفيا أو لقاء صحفي في الثالث عشر من فبراير الماضي ووصف خلاله قوات فاغنر المنتشرة في بعض الدول الإفريقية وعلى الجبهة في أوكرانيا بأنها خصم مخيف سيتطور مستقبلا وقال إنها توجه رسالة مفادها أنها قادرة على دفع الثمن غاليا بدمائها لتحقيق أهدافها وإنها تكافح للحصول على مكانة لدى الكريملين وهذه تخوفات معروفة وليست جديدة على المعسكر الغربي إلى ملوك الكار وأصطوات الصنع بل أساطين الفني وكبرائه وأباطرته غير المتوجين المستحقين للطابلة الذهبية على مجمل أعمالهم نعم حذرت وفذرت الحسابات والصفحات الوطنية المصرية زائد مصريف الشحن وخرج من خرجاتهم الرائعة اللي ذكرتنا بالزمن الجميل أوي حيث نشرت تلك الحسابات صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يضحك وقد كتب عليها ملناش دعوة وأدناه تعليق يقول إثيوبيا راحة تشترت من إسرائيل أجهزة رادار وتشويش حديثة جدا أحدث حاجة وطازة وش الأفص يعني والمفروض أنها يعني بتشوش على رادارات الطائرات المقاتلة ودفاع جوي وليلة كبيرة ساعتك وإثيوبيا الخطيرة بقى عشان تخفي الحاجات دي وتجيبهم من إثيوبيا من غير محد يعرف في أكبر عملية مخابراتية مشتركة بين إسرائيل وإثيوبيا شحنتهم في حاويات عن طريق شركة شحن فرنسية أم أي مع بعض نقاط التعجب مش عارف لي اختفت الحاويات دي ومحدش عارف راحت فين وهي في طريقها لإثيوبيا وده اللي قالته المخابرات الفرنسية عبر موقعها أفريكن إنتليجنس الناطق بالفرنسية وقالت فيه هناك طرف المجهول عالي الاحترافية والذكاء والدقة هو المسؤول عن تدمير وإخفاء التقنيات الإسرائيلية المتطورة التي تعمل على حجب الرؤية الرادارية عن الطائرات المقاتلة التي كانت في حاويات وفي طريقها لأديس أبابا وينتهي المنشور بعبارة بدون تعليق صدقتك بالبحث عن حقيقة الخبر المنسوب لموقع أفريكا إنتليجنس تبين أن القصة زائفة حيث لم ينشر الموقع هذه القصة وما يشبهها من قريب أو من بحثنا عن التقرير المزعوم فلم نعثر له على أثر وبمزيد من البحث عثرنا على نسخة أقدم من المنشور تم تدولها في مايو من عام 2021 يعني قبل سنتين 24 شهر تدوير يا حبيبي وأيضا تم نسبها لنفس الموقع حيث تمت مشاركة صورة سكرينشوت من الخبر والموقع الفرنسي بالفعل نشر تقريرا في الـ 26 من أبريل من عام 2021 حمل عنوان الجيش وراء حويات خطوط الشحن الإثيوبية المفقودة لكن التقرير لا علاقة له بتلك التفاصيل الخزعبلية التي قرأتها منذ قليل والقصة الوهمية حول صفقة سلاح إسرائيلية لإثيوبيا الموقع تحدث عن أن جميع شحنات وحويات إثيوبيا تمر عبر مراكز لوجستية مملوكة لشركة إثيوبيان شيبينج لاينز وهي شركة احتكار مملوكة لجيش الإثيوبي لكن على مدى سنوات لم تتم إعادة مئات الحويات التي تمر عبر هذه المنصات لأصحاب السفن فيما تم إلقاء اللوم على شركة الشحن العامة ميتك لأسباب تتعلق بالفساد ولاحقا تمت إعادة هيكلة الشركة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومحاكمة مسؤوليها بتهم الفساد وهكذا يا جماعة الخير أخذت الحسابات الوطنية قصة عن فساد محلي في إثيوبيا متعلق بالشاحنات أصلا وأعادته إلى رواد الإنترنت كخبر مفبرك لكن معاد تدويره هي تغذون عليه وده قمة الإبداع العلم سلام عليكم من قمم الخيال الجامح وإتقان التضليل ببذل مجهود معتبر وإضافة حس الفكاهة والطرافة وإجواء التشويق اللي تمتع القارئ كما لو كان يعلم أن القصص مفبركة إلى سقوط في منحدر عميق وتدن في دركات وادي سحيق وجرف هار وهبوط طراري ليس أبداً اختياري وقلب الحزين لم يعد يتحمل إلى الحسابات والصفحات الوطنية التونسية المؤيدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأخبارها الماصطة والمسوسة أي الخالية من الطعم والملح باللهجة التونسية تلك الحسابات فكرت ودبرت وأتعبت نفسها وأتعبتنا ومقدمتنا والله العظيم هذه أطول مما نشرته تلك الحسابات بكثير المهم بعد جهد جهيد خرجت تلك الحسابات بخبر يقول رسمياً إيقاف رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي الخبر زائف ولا أساس له من الصحة وبسبب انتشاره الكثيف اضطر الشابي إلى نفيه شخصياً في مداخلة إذاعية وأشار إلى أن الترويج له ربما يكون تحضيراً للرأي العام لما سيحدث مشيراً إلى أن قاضي التحقيق وجه دعوة في قضية التآمر على أمن الدولة إلى المدعي العام يطلب من خلالها السماعة لكل من العياش الهمامي وبشرب الحاجة حميدة نوردين لبحيري وشخصه مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توسيع دائرة القمع من السلطة القائمة الشابي كان قد صرح نهاية شهر أبريل بأنه ربما يتم توقفه بالفعل في غرة شهر مايو لينضم لقائمة الموقفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة وهذا لن يحل أي مشكلة لتونس ولن يفل من عزيمته والأمور بخواتيمها وفق تعبيره إلى آخر جزء في هذه الفقرة وكالعادة يأتينا من منصة مسبارة المنصة نشرت تفنيداً لقصة راجت خلال الاعتداء الأخير لجيش الاحتلال على قطاع غزة فكتب تحت عنوان فيديو الإسرائيلي الذي يطالب حماس بإيقاف إطلاق الصواريخ قديم فكتبت تتدول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً مقطع فيديو دعا ناشروه أنه يعود ولي إسرائيلي يصرخ مطالباً حركة حماس بإيقاف إطلاق الصواريخ خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة فلنشاهد الفيديو الذي أشارت إليه المنصة تحققت منصة مسبار من الادعاء المتداول وجدت أنه مضلل إذ أن مقطع الفيديو قديم ولا علاقة له بإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير في القطاع المقطع يعود إلى مايو أيار من عام 2021 أي قبل سنتين عندما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة رداً على الحرب التي شنتها إسرائيل أنذاك على القطاع وقد نشره حساب الجزيرة مباشر على تويتر في حينها كما نرى هنا فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل هل يتمتع المعلمون في اليابان بحصانة خاصة؟ ولماذا تخاف التماسيح العملاقة من الضبادع؟ وما سر لياقة كبار السن المذهلة في دول آسيوية؟ أهلاً بكم من جديد إلى فقرة زيف عشوائي يا جماعة الخير زيف عشوائي هذه فقرة رائعة أنا أحبها وأعشقها هنا أفند الفبركات الأخبار والأزائفة التي لا أعتقد أن وراءها دوافع سياسية فقط مجرد خيالاً خصب لمفبركين رؤوسهم مربعة وقيلة مكاعبة وأظن أنها ستتطور لتصبح كروية من الأمثال العامية يا لطيفة قولهم الخواج لمفلس دور في دفتر الأديمة وهو قول ينطبق على أصحابنا من رواد الإنترنت الذين كلما ضاقت بهم الحيل والسبل نشروا صورة أو خبراً عجيباً غريباً مريباً ونسبوه إلى كوكب اليابان الشقيق ومن ذلك ترويجهم لهذه الصورة التي نرى فيها مبنى يخترقه طريق سريع مع تعليق يقول الإبداع الهندسي استأجار طابقين في عمارة باليابان لفتح الطريق بدلاً من هدمها المنشور حظي بالكثير من التفاعل المليء بالسرور والحبور مع اعتذار عن السجع الرخيص إلا أنني سأخيب أمل الذين فرحوا بهذا الخبر الأسطوري العجيب إذ تبين بالبحث العكسي عن الصورة أنها تظهر برج تيكي بي في مدينة أوساكا اليابانية وتبين أنه لم يتم استحداث نفق بداخل المبنى بعد استأجار طابقين لتفادي هدمه كما زعم فبرك الخبر القصة الحقيقية هي أنه خلال العمل على مخطط الطريق رفض ملكو الأرض التخلي عنها وعبروا عن رغبتهم في بناء برج من 16 طابقاً وبعد مفاوضات استمرت من العام 1986 وحتى العام 1991 توصلوا الاتفاق بتشييد المبنى بشكل يتناسب مع الطريق وتم تخصيص نفق داخل المبنى يمر بين الطابقين الخامس والسابع وفق نظام عزل محكم يحجب الضوضاء والاهتزازات الناجمة عن مرور السيارات عن المبنى ولعوا المفابركين بالتزييف ضيع على القراء العبرة الحقيقية وهي احترام القوانين في اليابان واحترام قانون الملكية الفردية وصعوبة مصادرة الأراضي أو الممتلكات لأجل الصالح العام فتأمل وابحث عن الحقيقة وأنا هنا لأساعدك على ذلك ولن نعود إلى الأرض بل سنبقى في كوكب اليابان الشقيق وحكاياته التي لا تنتهي وهي تدهشنا باستمرار ومن ذلك ما جاء في منشور ذائع اخترق الآثاق يقول هل تعلم أنه لا يوجد عيد للمعلم في اليابان فالمعلم في اليابان راتبه مقارب أو يماثر راتب الوزير وهو الأعلى في البلد من كل الوظائف لديه حصانة دبلوماسية يعني لا يسجن ولا يعاقب ولا يغرم إلا بموافقة البرلمان الياباني للمعلم في اليابان مقاعد خاصة في المترو وفي دور السينما والمسرح وغيرهم ولا يجلس عليها أحد غير المعلم هناك أسواق مخصصة للمعلم أسعارها رمزية ومدعومة من الحكومة اليابانية خلاف أنه يتقاض أجر الوزير المعلم يحمل بطاقة على صدره مختومة بختم الإمبراطور ويحق له دخول أي دائرة حكومية رسمية حلم كل فتاة يابانية هو الزواج من معلم وهذا وفق ما ورد باستفتاء جرى في اليابان الغريب في الأمر أن اليابان ليس لها يوم تحتفل فيه بعيد المعلم فجميع أيام المعلم في اليابان هي أعياد انتهى المنشور وبعد قراءة المنشور تنتابني رغبة غريبة في الوقوف دقيقة صمت تقديرا وإكراما للمعلمين في بلاد الشمس البازغة وحدادا على حالهم في عالمنا العربي ولولا أني كنت واقفا منذ قليل لعدت إلى الوقوف إلا أنه بعد مراجعة القصة تباين لي وجوب أن أردد قول المتوكل الليثي على مسامع مروجي المنشور يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذات تعليمه تصف الدواء لذي سقام ضدنا كيما يصح به وأنت سقيمه نعم بها الحالة فالدعاء زائف وعارن تماما من الصحة المعلومة الشبه الصحيحة الوحيدة في المنشور هي أنه لا يوجد يوم للمعلم في اليابان فهم يقتصرون بالاحتفال باليوم العالمي للمعلم ويوجهون الشكر له في الخامس من أكتوبر من كل عام وفق أجندة الأيام الدولية أما ما تم تدوله عن الميزات التي يحصل عليها المعلمون في اليابان فهي زائفة أيضا وقد انتشرت قبل سنوات بصياغات مختلفة حيث زعموا أن رئيس الوزراء الياباني رد على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب تقدم اليابان فأجاب بما ورد في ذلك المنشور الخزعبلي إلا أن حساب اليابان بالعرب نشر نفيا لذلك مع هاشتاغ أو اسم خرافات عن اليابان مؤكدا أن راتب الوزير مختلف تماما عن راتب المعلم ولا توجد حصانة لأحد في اليابان لأن اليابان دولة قانون ولا يوجد إجلال يوازي إجلال الإمبراطور وهو رمز الدولة وفقا للدستور البلاد كما لا توجد امتيازات خاصة للمعلمين كما جاء في المنشور وعلى عكس ما ذكره المفبركون فقد نشر موقع اليابان بالعرب تقريرا آخر عن المعلمين اليابانيين أوضح من خلاله أنهم أي المعلمين الأكثر شغالا وقضاء لساعات عمل في العالم وضف أن المعلمين لا يحصلون على أجور لقاء عملهم الإضافة حيث ينظروا إليهم على أنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم الأهم أن التقرير ذكر أن المعلمين حقوقا مماثلة للعاملين في المهن الأخرى وما ينفي تمييزهم أو تمييزهم بتلك الميزات التي زعم المنشور المتداول أنها تمنح لهم وتبا لمكرون ولي يعني أي رئيس فرنسي لا تسألوا عن علاقة ذلك بالموضوع يا الله على كل حال لا معلم ولا والو يعني الله يرحم المعلمين من أمثلة العرب التي دائما ما حيرتني قولهم أظلم من تمساح ولا أعرف إذا كان قصدهم من تمساح الحيوان المعروف أم الرجل الكذاب أم غير ذلك من الأمور التي تحيير أنه أيضا وزن كلمة تمساح نفسه أي تفعال بكسر التاء وقولهم أن هناك نحو 16 اسما فقط على هذا الوزن مثل التهواء تبراك تعشار ترباع الأكثر مدعاة للحيرة من ذلك أن العرب عرفوا التمساح في وقت مبكر جدا ووصفوه وقالوا فيه شعرا وربما سبب ذلك هو ورودهم نصر منذ القدم ألم يقل أبو نواس أضمرت للنيل هجرانا ومقلية مذقيلة لي إنما التمساح في النيل على أساس هو يعني كان سباح كبير وقد حضر ذلك الحيوان أيضا في قصائد شعراء مصر بكثرة حيث تحدثوا عنه بالفصحة والعامية فمن العصر المملوكي وقبل أكثر من خمسة قرون قال ابن سودون بلهجة أهل المصر المحروسة يا بركة الرطلي ليش روحي لك ترتاح لا رأيت يوم فيك لاغول ولا تمساح كم من مختبي مستحي لما لك قد لاح خل عذاره وصار فيك خلية مشكاح حلوة كلمة مشكاحة ولعلها مصدر كلمة منشكح التي يقولها المصريون لوصف شخص في قمة الروآن ولعلها ليست كذلك وكما قال الحكيم المنوفي حلوتك رئيس التحرير حمو حيث أن حمو ضاق ذرعا بهذه المقدمة فطلب الدخول مباشرة إلى الموضوع الذي يجمع بين التمساح والضفدع وبودي أو في ودي أو أود أن أشتخ قليلا مع النقاق إلا أن كأس الصبر الفريقي قد نفد مني وهم يهددونني عبر هذه السماعة فلذا ننتقل إلى مجموعة من الصور التي أثارت جدلا ولغطا فهي تظهر ثلاثة ضفادع يعتلون ظهر تمساح وأرفقت الصورة بتعليق يقول أحد أنواع الضفادع يتقوم باستخدام التمسيح كوسيلة مواصلات وهذه التمسيح المسكينة لا تفعل لهم شيئا وتتحمل إزعاجهم لأن هذه الضفادع السانة ملحوظة إذا أكلها لا تقتله بل تجعله في حالة غير جيدة فترة مؤقتة هاشتاغ انتهى المنشور وهنا لابد أن نتذكر قولها حمزة أهل ملك طنبل وهو عجب كيف في عصرنا تصح الخرافات في المجتمع فجميع ما جاء في المنشور هراء في هراء وأضليل وأبطيء الصور بحسب صحيفة ديلي ميلة البريطانية مجرد لحظات طريفة التقطها مصور حياة برية في منطقة بيكاسي بإندونيسيا ووصف المصور اللحظة بالرائعة حيث شاهد ثلاثة ضفادع برمائية وصفها بالشجاعة تقفز على ظهر التمساح لعبور البركة ولم يسبب الأمر إزعاجا للتمساح وقال بدأ الأمر وكأنهم يلعبون معا كنت أعرف أنني بحاجة إلى التقاط المشهد بالكاميرا نضفادع سامة ولا التمساح مغلوب على أمره ولهم يحزنون ولكنكم أعزائي تعشقون الهبد ونحن بالتأكيد لكم بالمرصاد كما أن الضفادع بالمرصاد للتمساح ارتبط ذكر القدر عند عامة الناس بالموت بغتة لسبب من الأسباب مع أن النجاة من الموت المحتمن أيضا من القدر ولقد مللت صراحة من ذكر الناس لقول أبو العتاهي ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالأثر بين الفتى بالصفاء مغتبط حتى رماه الزمان بالكدر أبو العتاهي هذا كان رجلا قليل الزهوة والطرب ولا يعرف معنى السعادة على حسب وجهة نظري طبعا ولعل هذا سبب أعجابي بهذا المنشور المرفق بصورة نجم كرة القدم وصورة منتخب زنبيا كلوشا بوليا وخلفه طائرة محطمة مع تعليق يقول عام 1993 كان منتخب زنبيا الإفريقي منتخبا قويا وفي صفوفه لاعب زنبي محترف اسمه كلوشا بوليا اختلف كلوشا مع المدرب لأجل استبعاده من المباراة المهمة للمنتخب خارج البلاد وقد عجز عن إقناع المدرب بإشراكي في اللاعب رغم أهمية ذلك له قال كلوشا لقد بكيت بحرقة شعرت بأن الدنيا ظلمتني وأظلمت بعد استبعادي لقد طلبوا مني السفر للحاق بالفريق لكني رفضت يعني أعلم أن المدرب حسم أمري لقد اكتأبت وأغلقت على نفسي وحزنت كثيرا الدهشة هنا حيث أن الطائرة التي سافر بها المنتخب تحطمت ومات كل من فيها إلا كلوشا الذي لم يكن فيها والذي رأى أن العالم قد انتهى عنده قبل أن يعرف بالقصة عاش كلوشا ونجى ليصبح مدربا لمنتخب الشباب ثم يقود بلاده لنهائي أمم أفريقيا وهو الآن وزير الشباب والرياضة الخير فيما اختاره لك القدر يا كلوشا القصة خزع بلية زائفة لا أساس لها من الصحة وإن كانت أحداث من هذا النوع تحدث لكن الفبرة كزائدة لم تحدث مشكلة بين كلوشا بواليا اللاعب الزنبي الأشهر في تاريخ المنتخب المعروف بالرصاصات المحاسية وبينه وبين المدرب المنتخب ولم يحزن الرجل ولم يكتئب ولم يغلق على نفسه إلى باقي القصة التافهة كما يقول أحد زملاء القصة الحقيقية هي أن القدر لعب دورا كبيرا في نجاة كلوشا الذي شكله مع المنجم البرازيلي روماريو ثنائيا رهيبا في أيندهوفن الهولندي سبب تخلف كلوشا عن سفر مع منتخب بلاده هو أنه اتخذ قرارا بسفر إلى العاصمة السنغالية داكار مباشرة من هولندا بدلا من العودة إلى وطنه ثم سفر مع البعثة الوطنية إلى سنغال حيث كان واحدا من أربعة لاعبين محترفين من المقرر أن يطيروا من قواعده في أوروبا وليس على متن طائرة من لوساكا وهو ما مكنه من النجاة لا المدرب أبعده ولا هو كان حزين ولا اكتأب ولا كل القصة التافهة فيا جماعة خلوني خلوني مسك عصاب شوي اشتهر ابن الرومي بالهجاء بل إن اسمه ارتبط بكل ما هو مقذع والكثير من شعره غير صالحا للقراءة على الهواء واشتهر أيضا بالتطير وتشاؤم وقصصه في ذلك كثير إلا أن للشاعر الكبير أبيتا في الحكم الرائقة وماتعة ولكنها للأسف سودوية ومن ذلك قصيدته الخالدة التي يتحسر فيها على شبابه والتي مطلعها أبين ضلوع جمرة تتوقد على ما مضى أم حسرة تتجدد خليلي ما بعد شباب رزية يجم لها ما أشؤوني ويعتدوا لا نعرف كم كان عمر بن الرومي عندما قال هذه القصيدة حيث أنه لم يعيش إلا لستين عاما أي أنه لم يشخ حقا لكنها الروح السودوية الله يهديك يا ابن الرومي وهنا سنستحضر إحدى كليشيهات هذه الفقرة وهي جملة لو عاش في زماننا وشاهد هذه الصور وقرأ التعليق المرفقة بها لربما كان رأيه مختلفة فالتعليق مختصر وقصير كبار السن في ماليزيا رشاقة وحيوية ونشاطة بالبحث العكسي عن الصور تبين أنها ليست لكبار السن في ماليزيا ولا غير ماليزيا مجموعة الصور المتداولة من رسم مصمم يدعى أزلان إبراهيم رسمها باستخدام تطبيق ميت جورني وهو تطبيق يصمم صورا قريبة من الواقع بشكل كبير الصور نشرها أزلان إبراهيم على حسابه على فيسبوك في الأول من مايو الجاري لا أكثر وربما يسعنا أنه فابركة فبركة أخرى اسمه أزلان إبراهيم يعني قريب جدا من زلتان إبراهيم وفيتش خلينا نفبرك فبركة جاي الأسبوع الجاي على هذا الاسم فاصل قصير نستكمل بعده فقراتي بولي جرافقة بعد الفاصل في فقرة في العمق نلقي الضوء على تعامل الإعلام الغربي مع نكبة الشعب الفلسطيني ونجري حوارا بشأن حيادية وموضوعية الصحافة ونطرح أسئلة بخصوص تزوير وتزييف التاريخ أهلا بكم من جديد لطالما كانت تغطية وسائل الإعلام الغربية لما يجري في الأراضي الفلسطينية منحازة ومتناقضة مع الحقائق على الأرض الانحياز بدأ منذ النكبة ولا يزال رغم ذلك فإن هناك بعض المحاولات من الإعلام الجديد ووسائل التواصل لتغيير المعادلة نتابع المزيد في هذا التقرير للنكبة الفلسطينية مصطلحات محددة في الصحافة الغربية فاختيار الكلمات لا يرتبط بالوقائع والأحداث بل ما يجمع إسرائيل بعلاقات استراتيجية ومصالح بالغرب منذ نكبة فلسطين عام 1948 تعتمد الصحافة الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً على تغطية منحازة للأحداث الفلسطينية تتجاهل السردية الفلسطينية دراسة للباحثة جولي شفايتسر على عينة من طلاب جامعات فرنسا والولايات المتحدة كشفت أن الجمهور الغربي أصبح لديه وعي بالقضية الفلسطينية ويدرس تاريخ النكبة وعليه يطالب بطغطية أكثر عدلاً وإنصافاً تجاه الطرف الفلسطيني لكن بعض استطلاعات الرأي تكشف أن الإعلام الغربي نجح إلى حد ما في التأثير على الرأي العام فوفقاً لاستطلاع رأي أجرتهم مؤسسة يوغوف في الولايات المتحدة فإن 29% منهم لا يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري بينما يعتقد 20% أن إسرائيل فعلاً كذلك بينما قال غالبية المستطلعين أي 51% إنهم غير متأكدين لكن هذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى إذ تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تعاطفاً مع إسرائيل خاصة الجمهوريين بينما تقل نسبة التعاطف تدريجياً في أوروبا وبحسب الاستطلاعات فإن كبار السن هم الأكثر دعماً لإسرائيل من الشباب وذلك للارتباط القوي بالجيل الأول من المهاجرين اليهود تعمتت الصحافة الغربية اختيار الصور والرموز للتأثير على قراء الخبر بالقدر الذي يريده صناع الخبر كهذه الصورة التي نشرها الإعلام الغربي لأطفال يهود مهاجرين عام 1948 يقفون في طوابير التسجيل أو في السفن وهذه الصورة الأرشيفية من موقع هولوكوست إنساكلوبيديا التي تصف الناجين الإسرائيليين لدى وصولهم إلى حيفا في الخامس عشر من يوليو 1947 توصيف الناجين ارتبط بصور عدة نشرها الإعلام الغربي لتعزيز فكرة النجاة من المحرقة إذ تظهر اليهود القادمين إلى فلسطين عام 1948 بمظهر المضطهدين الذين يستجدون تعاطف العالم معهم هذا الانحياز والتضليل جاء موثقا في مذكرات السير هنري جورني في كتاب نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1948 إذ ذكر جورني أن دولة الاحتلال كانت متحكمة في التقارير الصحافية التي تصدر عن المراسلين الحربيين عام 1948 وكان مكتب الوكالة اليهودية مسؤولا عن إصدار اعتمادات صحافية للمراسلين من مكتب الصحافة الحكومي المشترك بين الانتداب البريطاني والوكالة اليهودية البدائيون والمتخلفون كلمات استخدمها الإعلام الغربي في توصيف الفلسطينيين في مقابل تصوير أن الإسرائيليين جاءوا لتقديم نموذج متحضر في فلسطين هكذا أوردت صحيفة The Daily Mirror البريطانية في الرابع عشر من مايو عام 1948 وفقا لدراسة أجريت عن التقديم الصحافية لانتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين لباحث من جامعة لندن فإن الإسرائيليين كانوا يعتمدون على الصحافيين اليهود والأمريكيين حصرا لمرافقة العصابات اليهودية واختير مراسل صحيفة The New York Times للدخول مع العصابات اليهودية والاستماع إلى المؤتمرات الصحافية التي يعقدها رؤساء هذه العصابات وفق تحليل منصة مسبار على عينة من ست مقالات صدرت عن الصحيفة الأمريكية عام 1948 تبين أنها همشت الفلسطينيين سواء أكانوا مدنيين أم مناضلين في تغطيتها أحداث النكبة وركزت على إعلان قيام دولة يهودية تسمى إسرائيل على أرض فلسطين للمشتات اليهود على حساب نقل حقيقة المجازر التي ارتكبوها اعتمدت صحيفة New York Times بحسب التحليل على استبدال المصطلحات باعتبار الاحتلال حربا رغم عدم موازنة القوة ووصف وقف القتال بالهدنة يبدأ انحياز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية على حساب الفلسطينية من أولى بدايات النكبة إلى يومنا هذا بيد أن المشاهد التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة تكشف ممارسات الاحتلال القمعية وتعكس الصورة التي يحاول الإعلام الغربي جاهدا نقلها بإضاءة أكثر واقعيا عن صراع الفلسطيني بأعين الجيل الجديد للحديث أكثر عن الموضوع سعداء تنضم إلينا من رمالله صحفية والاختصاصية في علم البيانات نداء باسومي أرحب بك معنا أستاذ باسومي أهلا بك في بوليغراف السؤال الأول هل استخدمت وسائل الإعلام الغربية المصطلحات المغلوطة أو الألفاظ المنحازة لصالح إسرائيل أثناء تغطية نكبة فلسطين طبعا دوما الإعلام الغربي للأسف وما ينحاز للإحتلال الإسرائيلي كيف نستخدم من خلال المصطلحات أنه أول شي ينفي عنه صفة الإحتلال يتحدث عنه كدولة ودولة لها الحق في أنه تحارب وتواجه أي قوة معادية بين قسين طبعا لا وجودها واستقرارها وأمانها بداية مجرد منطلقت من هذا المبدأ في تعاملها وتغطيتها الإعلامية فهي بدأت في تضليلها الإعلامي لمجأة جمهورها نفت عنه فكرة الاحتلال أيضا موضوع الندية في التغطية بمعنى أن المقاومة الفلسطينية هي ند بند للإحتلال الإسرائيلي هي قوتين بذات المكانة لها نفس موازين القوى وبالتالي تتعامل معهم على ذاك الأساس هذا قصف فهذا تسلب الآخر الحق بسبب طبعا انحيازها الدائم للاحتلال الإسرائيلي الأمر المهم هو أن ترى في المقاومة الفلسطينية في أي فعل تقوم المقاومة الفلسطينية إرهاب تنفي عنها صفة وحق الدفاع عن نفسها وعن وجودها وعن أرضها بينما في نفس الوقت تتعامل بازدواجية بأنها ترى أن هذا الحق هو فقط للاحتلال الإسرائيلي بأنه يحق للاحتلال الإسرائيلي أن يقصف غزة أن يبدأ عدوانا على غزة بتهمة بحجة مواجهة الإرهاب عفوا لكن لا يحق للمقاومة أن تدافع فهنا هذه المصطلحات والتركيبة من التوليفات خلينا أحكي التوليفات المغلوطة تشكل في مجموعها تضليلا إعلاميا مستمر منذ النكبة حتى قبل النكبة نحن نرجع شوي لنحكي عن وعد بلفور ونحكي عن مؤتمر بازل مؤتمر بازل حكى نفه صفة وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وأجل مؤتمر وعد بلفور وعد بلفور حكى أنه أرض بلا شعب والإعلام طبعا أي أفراد وأي مؤسسات تحتاج إلى إعلام تحتاج إلى تضليل لتقنع جمهورها بكذبتها خاصة إذا كانت الكذبة مغلوطة حتى من قبل النكبة والإعلام العبري يمهد ويضلل إعلاميا في موضوع الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني في أرضه فأتت النكبة طبعا وتراكم هذا التضليل لما نحكي بالنكبة تم إخفاء التطهير العرقي لم يتم تداوله في الأعلام العبري الغربي عفوا لم يتم تداوله للتطهير العرقي للمجازر الحرب التي قام بها العصابات الإسرائيلية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية كل ذلك كانت التغطية تتجه نحو قيام دولة إسرائيل وليس المجازر التي ارتكبتها قوم دولة إسرائيل الأمر انطلق بالتأكيد مع النكبة ولكن هل مازال الأمر متواصلا بحيث يتم استخدام وسائل الإعلام وطبيعة هذه التغطية التي أشارت إليها من طرف القوى الغربية المؤيدة لإسرائيل لتشويه الصورة الحقيقية الفلسطينيين والرواية الفلسطينية إلى غاية هذه اللحظة حتى اللحظة نعم وهي تزال بقوة إلى جانب السياسات التي تتبعها هذه الوسائل الإعلامي الغربية أيضا هناك اللوب الصهيوني الذي يضغط بقوة على هذه الوسائل لتكون روايتها منحازة للاحتلال الإسرائيلي حتى أنها من ضمن أساليب تضليلها الإعلامي حاليا هو أنها تنفي أي موظف داخل المؤسسة يمكن أن ينحاز للرواية الفلسطينية أو يتبنى الرواية الفلسطينية أو يدعم القضية الفلسطينية يتم مواجهته بالفصل والطرد وتهمة معادات السامية وهذا ما رأيناه قبل فترة مع القناوات الألمانية بسبب الخمس صحفيين فلسطينيين وسوريين دعموا القضية الفلسطينية وأدانوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فهو تضليل إعلامي حتى على جمهورهم الداخل وجمهورهم الخارج الذي يتلقى الرسائل والمعلومات وما زال مستمر حتى اللحظة مثلا حاليا في الضر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نرى أن المصطلحات التي يتم تداولها الاحتلال دولة إسرائيل والقصف من القوى في قطاع غزة نفت عنها صفة مقاومة أو حتى صفة أي شخص يتعرض لعدوان ويحق له أن يصد هذا العدوان هي غيبة كليا عن جمهورها غيبة كليا عن تغطيتها وسياستها التحريرية واتجهت إلى فكرة أن هذه القوى في قطاع غزة هي التي تمارس الإرهاب تجاه الاحتلال الإسرائيلي بالمناسبة اليوم نحن أيضا في ذكرى استشهاد شيرين أبو عاقلي الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلي حين استشهدت شيرين أبو عاقلي بعض الإعلام الغربي بدأ بالتصدير رواية مصطلح اشتباكات وأنها اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين إرهابيين فلسطينيين وحتى يعني خليني أحكي أنه تعطيل الفلسطيني هو التهمة والسبب في قتل شيرين وليس الإسرائيلي كنوع من أنواع التضليل وهذه سجمت مع الوسائل الإعلامي العبرية حين استخدمت نفس الصياغة ونفس الصياغ قبل أن تبدأ بالتراجع مع ظهور تحقيقات مختلفة من وسائل الإعلام الأمريكية في المقابل هل هناك محاولات عربية أو فلسطينية لدحض الرواية الإسرائيلية وهذا التضليل والاحتكار للمنصات الغربية ووصول هذه الرواية بالشكل الذي تريده إسرائيل إلى باقي العالم وليس فقط إلى المتحدثين باللغة العربية هناك محاولات دائما لكن المشكلة أننا لا نملك الوسيط الوسيط لدينا هو هو يتبع لمشاركات أمريكية شركات غربية هي التي تتحكم في السياسات وفي معايير المجتمع التي تفرضها وبالتالي ظهرت محاولات عديدة لإنتاج منصات عربية تدعم المحتوى الفلسطيني تتبنى الرواية الفلسطينية دون تقييدها ودون محاربتها لكن هذه المنصات واجهت مشكلة كبيرة أنها لا تستطيع أن تنتشر في المجتمع الغربي لأنها قوانينها بمختصر تتعارض مع القوانين الغربية التي تنصف مجملها على دعم الاحتدال الإسرائيلي وتتجمل دائما بتهمة معادات السامية فهذه المشكلة والمعضلة كبيرة كانت تواجه أي منصة تريد أن تنطلق باللغة العربية وتحتوي المحتوى الفلسطيني وتكون حاضنة له الأمر الآخر أن هذه المنصات التي نحن حاليا عليها مثل منصات تتبع لشركة ميتا نحن نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي كونها حاليا هي الأكثر رواجا ضمن وسائل الإعلام الرقمي عندما نحكي عن منصات مثل شركة ميتا فيسبوك، إنستجرام، وواتس أب عندما نحكي عن تيليجرام عندما نحكي عن تويتر هي جميعها سياسات تتبع لدول التي منشأ فيها شكرا جزيلا من نداء بسومي الصحفية والاختصاصية في علم البيانات نرحب بك دائما في بوليغراف فاصل قصير نستكمل بعده فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل نراجع مقالا عن تركز الثروة والسلطة في يد مؤسسات محدودة ومقالا آخر عن تغير الرأي العام الدولي لصالح روسيا والصين ونحلل تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع الانتخابات التركية ألم بكم من جديد وإلى جولاتنا عبر الصحافة الدولية التي نبدأها بمقال للكاتبة الاقتصادية المجيدة رانا فروهار نشرته صحيفة فينانشل تايمس تحت عنوان المشكلة مع تركز القوة أو مشكلة تركز القوة وتعني بالقوة ثنائية السلطة والثروة تحاول فروهار الإجابة على سؤال طرحه مسشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حيث قال ما هو موقع التجارة في برنامجنا لاقتصاد الدولي وما هي المشاكل التي نسعى لحلها تجادل الكاتبة بأن الإجابة على هذا السؤال تقتضي البحث في أمرين وهما التركز والتنافسية فتشرح أن مخاوف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدور حول هتين المسألتين تحديدا والسبب هو الصين فنظام الاقتصادي والسياسي والإداري للدولة الأسيوية العملاقة يشجع ويدعم التركز الاقتصادي فقيادة الحزب الشيوعي تمارس شكلا من الميركنتلية المعاصرة حيث لا يهمها أي شيء سوى تحقيق المكاسب عبر أي سبيل تجاري فالصين تمكنت لعقود من إغراق الأسواق بالحديد الصلب الرخيص والمنتجات الصناعية المقاومة بأقل من سعرها الحقيقي وكل ذلك بسبب قدرتها على تخفيض الأجور وتجاهل المحاذير البيئية وعدم الاكتراث لقوانين منظمة التجارة الدولية وبفضل قدرتها على التصنيع الضخم ستصبح الصين أكبر بلد مصدر للسيارات الكهربائية قريبا وهو ما ينذر بنزاعات تجارية ثم يتحول المقال إلى الحديث عن احتكار الصين أو سيطرتها شبه المطلقة على سلاسل توريد حساسة ومهمة مثل مكونات الأدوية ومستحضرات صناعة العقاقير الطبية بالإضافة إلى هيمنتها على إنتاج المعادن النادرة وتسوق الكاتبة إحصائيات رسمية للتأكيد على زعمها مثل أن 40% من واردات الولايات المتحدة من البينيسلين العام الماضي جاءت من الصين أما بالنسبة للمعادن النادرة فالأرقام مخيفة حيث تهيمن الصين على 76% من إنتاج البطاريات على مستوى العالم ونفس النسبة تقريبا من إنتاج المغناطيس ثم يحمل المقال الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية مسؤولية عدم قدرة شركات التنقيب والتنقية والمعالجة الأمريكية على المنافسة في مجال إنتاج المعادن النادرة مع أن الولايات المتحدة تحظى بمخزون لا بأس به من تلك المعادن وبعد هذه المقدمة الطويلة تنتقل الكاتبة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله كل ما سبق على الأمن القوم الأمريكي والأمن العالمي فصين بحسب رأيها تسعى إلى تقليل الاعتماد على الخارج في الكثير من القطاعات وخنق المنافسة الدولية عبر الاحتكار والدعم والإغراق في قطاعات أخرى ينتقل المقال بعد ذلك للحديث عن تركز السلطة والثروة داخل الولايات المتحدة واحتكار مؤسسات كبرى محدودة لقطاعات الجملة والتجزئة في جميع المجالات وتقترح حلا للمشكلة محليا ودوليا يمنع احتكار أي مؤسسة أو جهة لأكثر من 25% من السوق في أي منتج أو خدمة المقال رغم أنه يبدو مصاغا بحيادية أو موضوعية إلا أنه يهيئ القارئ نفسيا لمواجهة اقتصادية محتملة مع الصين تحت ذريعة حرية التنافس ومنع الاحتكار إلى ثاني مقالاتنا لهذا الأسبوع ويأتينا من موقع التليغراف أونلاين الهندي ويحمي العنوان تغير المزاج العام في الدول غير الغربية لصالح روسيا والصين والمقال عبارة عن استعراض لنتائج بحث أعده معهد تابع لجامعة كامبرج العريقة وهو بقلم المحلل السياسي الأمريكي روس دوثات يبدأ المقال بذكر انتقال الكرة العرضية مما كان يعرف بالنظام العالمي الجديد إلى نظام الفوضى العارمة بعد أن انطلق الغزو الروسي لأوكرانيا ويذكر أن من أهم الدراسات التي تابعت تفاعل الرأي العام في دول العالم المختلفة مع الغزو صدرت مؤخرا عن معهد بينت لدراسة السياسات العامة يقول الكاتب أن النتائج ليست مفاجأة حيث أن المزاج العام في الدول الديمقراطية الراسخة في أوروبا وشرق آسيا وأمريكا الشمالية أصبح أكثر نفورا ورفضا للصين وروسيا وأقرب إلى السياسة الرسمية للولايات المتحدة إلا أنه خارج هذه الكتلة الديمقراطية اختلف الأمر كثيرا فلسنوات قبل الحرب الأوكرانية تعززت نظرة إيجابية تجاه روسيا في دول آسيا وإفريقيا ويبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يجعلها تتراجع بل عزز من تلك النظرة أما بالنسبة للصين فصورتها في أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان والعالم الأنجلوسكسوني كانت سلبية حتى قبيل جائحة كوفيد-19 إلا أن الوضع ليس كذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء ثم ينتقل المقال بعد ذلك لبيان عكاس ذلك على أصحاب القرار في الدول المختلفة سواء كانت ديمقراطية أو مستبدة ويشرح كيف استفادت من محاولات عزلها غربيا حيث أنها وجدت شركاء جدد في دول قمعية وشمولية بل وحتى ديمقراطية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية المقال يخوض في تفاصيل تقنية ويكرر ويعيد الكثير من المعلومات بصيغ مختلفة والنتيجة النهائية التي يسعى للوصول إليها هي أن الغرب قد تمكن من فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا إلا أنه فشل في عزلها دوليا رغم عدم سلاسة هذا المقال غير أنه يستحق القراءة والترجمة دون شك إلى ثالث مقالاتنا لهذا الأسبوع ويأتينا من مجلة سبيكتيتر البريطانية وهو بقلم الكاتب المخضرم نيكولاس فاريل ويحمل عنوان نفاق فرنسا بخصوص المهاجرين المقال عبارة عن ردح في الطريق العام إذا صح التعبير حيث يتناول فيه الكاتب الأزمة القائمة بين فرنسا وإيطاليا بخصوص منع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى القارة الأوروبية والاتهامات التي وجهتها الإدارة الفرنسية في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من وزير لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فعلى سبيل مثال تهم وزير الداخلية الفرنسية جيرال درامانا ميلوني بأنها أخلفت وعودها الانتخابية وأنها صعدت إلى سدة الحكم بالتعاهد للشعب الإيطالي أنها ستحل مشكلة المهاجرين وشبهها بالزعيمة اليمينية العنصرية الفرنسية مارين لوبان يرفض الكاتب مزاعم وزير الداخلية الفرنسية ويصر على أن ميلوني ليست من اليمين المتطرف بل هي مجرد سياسية محافظة ثم ينتقل المقال الحديث عن شكوى فرنسا من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود مع إيطاليا وهنا يصل إلى مبتغاه فيذكر الفرنسيين بأن بلاده أي المملكة المتحدة تعاني من نفس المشكلة مع فرنسا التي تنطلق منها الزوارق الصغيرة باتجاه بريطانيا رغم أن لندن تدفع أموال طائلة لباريس لمساعدتها على وقف الهجرة غير الشرعية وليس أخرها نصف مليار جنيه استرليني يميل الكاتب إلى الموقف الإيطالي الذي يدعو إلى حل أوروبي شامل لعبور المهاجرين من سواحل تونس وليبيا وغيرها من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا المقال يحوي معلومات قيمة وأرقام صادمة وغير ذلك غير أنه مكتوب بصيغة النكاية والخلاف السياسي القائم بين لندن وباريس حول الزوارق التي تعبر المانش أو القناة الإنجليزية يوم واحد يفصلنا على انطلاق عملية الاقتراع على الانتخابات الرئاسية التركية في الداخل بعد أن انتهى اقتراع المغتربين حيث يتنافس الرئيس الحالي رجب طيب إردوان ومرشح الأحزاب المعارضة كمال كليتشدار أغلو لكن أجواء هذه الانتخابات انطلقت مسبقا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانت تفاعل كبيرا بين روادها لدعم مرشحهم المفضل اللجان الإلكترونية المؤيدة لكل طرف وضعت كل ثقلها وذلك من خلال الترويج لوسمين إلكتورداء بيتيراليم وإلكتورداء بيتاجاك واسم إلكتورداء بيتيراليم أطلقه المعارضون ويعني سننهي الانتخابات من الجولة الأولى بينما أطلق مؤيدو إردوان واسم إلكتورداء بيتاجاك ويعني سننتهي من الجولة الأولى انطلق واسم إلكتورداء بيتاجاك لأول مرة في التاسع عشر من أبريل الماضي في هذه التغريدة التي تقول حق قانون عدلة نحن هنا لنكون صوت المظلومين وحصد الوسم حوالي 220 ألف تفاعل ساهم فيه حوالي 88600 حساب بينما لقى هذا الوسم تفاعلا كبيرا في بعض التغريدات كهذه التغريدة التي تقول شارك مليون وسبعمائة ألف شخص في مسيرة إسطنبول كان العدد ليكون 2 مليون لو أحصينا الذين لم يتمكنوا من دخول المنطقة من أجل التغلب على هذا التجمع تم إجراء استفزاز في أردروم وهي حيل مألوفة من أردروم سيكون كل شيء على ما يرام التغريدة أعيد نشرها 585 مرة وشهدت أكثر من 158 ألف مرة كما لاقى الوسم تفاعلا أيضا على هذه التغريدة التي تقول آمل اختيار إردوان بالنسبة 58 إلى 60% من الأصوات أعضاء حزب الشعب الجمهوري السابقون على دراية بكل شيء الآن التغريدة أعيد نشرها أكثر من 500 مرة وتم تفاعل عليها حوالي 1600 مرة في المقابل لاقى وسم إلكتورداء بيتيريليم بترجمته العربية سننهي الانتخابات من الجولة الأولى لاقى حوالي 405 ألف تفاعل بمشاركة أكثر من 166 ألف حساب والوسم انطلق لأول مرة في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي من خلال هذه التغريدة والتي نشرت فيديو وأغنية تدعم كمال كليتشدار أغلو مقابل إردوان مع تعليق يقول لا تصادفني مرة أخرى التفاعل على هذا الاسم الوسم ارتفع بعد ذلك ليحصد في هذه التغريدة أكثر من 26 ألف تفاعل والتغريدة تقول إذا أردت تحدث لاحقا فسنتحدث اليوم لقد مضى وقته أو لقد مضى صمته منذ وقت طويل وسيتحمل الجميع المسئولية من أجل تركيا حرة وآمنة أن تبقى صامدا ضد الظلم هو أن تكون شريكا في الاضطهاد أعيد نشر هذه التغريدة حوالي 6000 مرة الوسم لقى تفاعل أيضا في هذه التغريدة التي تقول إذا خسر إردوان الانتخابات فإن ديميرورين الذي احتكر الإعلام الوطني بقرض 895 مليون دولار من بنك زراعات سينسحد من الإعلام في واقع الأمر فقد دفع 3.5% فقط من ديونه ستنتهي الرقابة بسرعة في غضون بضعة أشهر إذا كنت تريد تغيير الإعلام أكثر من 746 ألف شاهدوا هذه التغريدة وأكثر من 2700 حساب أعادوا نشرها المشاركة بشكل عام على الوسمين جاءت من فئة الشباب بنسبة 29% للفئة العمرية بين 18 و 24 سنة وبنسبة 21% لمن هم بين 25 و 34 من العمر من بين هذه التفاعلات كانت المشاركة الأكبر للذكور بنسبة 66% و 34% بالتأكيد للنساء تحليلنا الإلكتروني كشف أن الاهتمامات أو اهتمامات المشاركين في التفاعل كانت بالنسبة الأكبر لشؤون السياسية بنسبة 16% بينما جاءت العائلة والأسرة بنسبة 13% وتوزعت النسبة المتبقية على اهتمامات أخرى كالموضة والموسيقى والتصوير وأشؤون الدينية تحليلنا أظهر أن النسبة الثمانية بالمئة وضعوا صورة العالم التركي على حساباتهم وكذلك من استعملوا اسم أتاتيرك بينما حصل اسم مصطفى كمال أتاتيرك على 3% التفاعل الأكبر على هذه الوصوم جاء بطبيعة الحال من تركيا لكن اهتمام العالم بالانتخابات التركية لا يقل حدة وشغفا حتى أن بعض المنصات الإعلامية العالمية وصفتها بأنها ربما تكون الحدث الأبرز في 2023 وذلك بالتأكيد لما لها من الأكاسات وتدعيات على تركيا وخارجها إقليميا ودوليا وبالتأكيد سنتابع كل ذلك معكم وصلنا إلى ختام حلقة بوليغراف نلقاكم الأسبوع المقبل قبل ساعة من الآن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر